التأليف الموسيقي دلوقتي بعافية زال الزمان كان كل واحد بيعمل الموسيقى بتاعته الموسيقى في صناعة الأفلام والسينما تعونا حكي موسيقى اليوم اخترت المسلسل السوري الواق واق بطولة باسم ياخور رشيد عساف شكرا مرتجا وجرجس إجبارا نحن ما باتنا شيء بصراحة مسلسل مليان نجوم بس شو علاقة الموسيقى؟ تعونا نشوف للموسيقى بصناعة الأفلام في ثلاث وظائف أساسية أولا تعزيز العمل البصري يعني يمكن استخدام الموسيقى لتحسين العناصر الملئية من خلال المزامن مع الصور يعني مثلا أنه يتطابق الإقاءة الموسيقي مع صورة الصور وهذا بيخلي تجربة أكثر من جدابة للمشاهد يعني وبما أنه عم نحكي عن مسلسل الواق واق كنموذج للتجارب تعالوا نشوف مع بعض مشهد البداية اللي فيها بتغرأ سفينة الكابتن طنوس سيق البحر نحن ما قد نشير كل الليلة إسنا وطن نحلم ببكرة فيه ونكتر سواء نبديه وظيفة تانية للموسيقى بصناعة الأفلام والسينما والمسلسلات الموسيقى بتعمل على الجانب النفسي للمتلقي يعني تخلق عند المشاهد ترقب للمشاهد اللي جاي أو حتى ممكن الموسيقى أو الأغنية اللي بالخلفية تعبر عن مشاعر أو واحد من شخصيات إذا حكينا عن التعبير عن المشاعر من خلال الموسيقى مع المشهد تفضلوا وقت ما فارس واحد من شخصيات مسلسل الواق واق بعرف إنه داعس على لغم وإذا تحرك راح يتفجر فتعالوا نلاقي بالموسيقى بالمشهد مع حركات وملامح شخصية فارس برضو للموسيقى في وظيفة تحديد مكان الأحداث مزبوط موسيقى شارة مسلسل الواق واق ما حددت كثير الموقع بس إن كلما منسمع دامج آلات موسيقية مش عربية يمكن هذا الخليط يعطينا شعور الجسيرة يعني مثلا آلة البزوكي اليونانية أهم عناصر المسلسل يعني مثل أمثل أي فنان شارك فيه وهاي من عزف الفنان اليوناني باسكاليس تعالوا نسمع شوي الدندني ونرجح موسيقى وهون المؤلف الموسيقى طاهر ماميلي أنشأ هوية وعلامة شارية للمسلسل كمان من خلال وجود آلة البزوكي بدور رئيسي كمان بأغنية الشارة اللي غناها كاظم الساهر وكمان رافقت أحداث المسلسل بأحزانه وبأفراحه وهي كانت مدرسة طاهر ماميلي اللي استخدمها كمان في ضيعة ضائعة وآلات رئيسية مثل البزوك التركي مهم كمان ما ننسى مكان تصوير مسلسل الواق واق وهو في أجمل الأماكن الطبعية في تونس المنطقة اسمها طبرقة وفي النهاية لما بيستألوني ليش الموسيقى لغة ببساطة لأنه بفهمها كل الناس تابعوني على كل المنصات المختلفة كنت معكو إلياس مرجي تعونا نحكي موسيقى أنا دلوقتي لو جرحت لأي واحد في مصر دلوقتي يقوله تيتا 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 يقولك شمس الزنات تيتا تيتا تيتام 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 يقولك عزامة حمادة وتوتو